أعوذ بالله السلام العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله فلارضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء تهنئة لرسول الله صلى الله عليه وآله وإلى مراجعنا العظام وشيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها والتهنئة موصولة إليكم بذكرى الولادات المباركة من أقمار أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه التهنئة نرفعها صلاة على محمد وآل محمد في الدعاء اللهم بحق ليلتنا ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمتك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماتك ولا معقبة لآياتك هذا الدعاء هو في ليلة النصف من شعبان ويذكر عند ولادة ولي الله الأعظم صلاة ربي وسلامه عليه ولكن هذا الدعاء يقول بحق ليلتنا ومولودها يعني في ولادة الأئمة صلاة ربي وسلامه عليهم الأخرى لا يوجد هكذا دعاء ليلتنا ومولودها ففي هذا الدعاء حقيقة توجد إشارات أولا هناك أخبار بأن ليلة الخامس عشر من شعبان هي إحدى ليالي القدر وذكر الأهل البيت صلاة ربي وسلامه عليهم أن الله بمعنى الحديث أن الله جعل لينا ليلة الخامس من شعبان ليلة قدر بأزاء ما وضع لرسول الله من ليلة القدر في شهر رمضان فهذه أيضا هي ليلة قدر ليلة القدر حقيقة ليلة القدر أو من مظاهر حقيقة القدر هي قدرة الزهراء صلاة ربي وسلامه عليهم كما جاء في الحديث صح الليلة فاطمة صلاة ربي وسلامه كما يقول الإمام فمن عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر وإنما سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها وهذا الحديث يتكرر بأن الليلة ليلة القدر هي فاطمة سلام الله عليهم زي فإذن ليلتنا ليلتنا تشير إلى فاطمة سلام الله عليهم لأن هذه ليلة قدر بدليل ومولودها هذا المولود هو من هذه الليلة حقيقة ليلتنا ومولودها فهو مولود من مولود فاطمة سلامه عليهم بحق ليلتنا ومولودها اللي هو الإمام صلاة ربي وسلامه عليهم بدليل آخر العطف البياني الآخر وحجتك وموعودها يعني الحج هنا ترجع على الليلة والموعود هنا ترجع على المولود حجتك وموعودها هذا عندما نقول أن فاطمة صلاة ربي وسلامه هي حجة الله حجة الله فاطمة سلام الله كيف نحن حجج الله على خلقه وأمنا فاطمة حجة علينا فأذن هي الحج وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلا فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا الإمام صلاة ربي وسلامه عليه عندما ولد قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا شغية القضايا مترابطة نحن ممكن نجيب من جيبنا هذا الحديث في ولادة الإمام سلامه عليه هذه الزيارة في ولادة الإمام لكننا نتكلم في موضوع آخر يقول فتمت كلمتك صدقا وعدلا أي أن الإمام صلاة ربي وسلامه عليه هو كلمة الله شنو التامة كلمة الله التامة الله عز وجل يخاطب مريم سلام الله عليها يقول إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم بكلمة منه قال كلمة الله التامة أو قال بكلمة منه بكلمة منه يوجد فرق عيسى كلمة الله لكن ليست التامة بل كلمة من كلمات الله عز وجل بكلمة منه لكن كلمة الله التامة هو الإمام صلاة ربي وسلامه عليه شوف إنه بكلمة منه ماذا يستطيع أن يفعل هذه الكلمة منه شوف المعجزات التي جرت على يد عيسى سلام الله عليه هناك معجزات كبيرة جدا حياء الموت شفاء الأكر ما هو الأبرص إلى آخر كثير من المعجزات حتى أن الناس قد يعني غالوا فيه واتخذوه إلها والعياذ بالله وهو كلمة منه إذن كيف بكلمة الله التامة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كيف يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى هذا الإمام صلى الله عليه وسلم جبرائيل بذاته ما استطاع أن يصل إلى ذلك المقام بحقيقة جبرائيل حقيقة جبرائيل لم تستطع الوصول إلى شجرة طوبة لكن الإمام محيط بشجرة طوبة وهو في عالمنا هذا ناظر ترى مو يشوف يعني هو يشوف يشوف لكن أعظم من الرؤية فرق بين الرؤية والنظر يعني هل أنت تشوف كثير من الأمور لكن هل أنت محيط بها لا لكن الإمام محيط بشجرة طوبة وهو معنا في الأرض يعني بدنه هنا في الأرض وهو محيط بشجرة طوبة إذن أي مقام هذا للإمام صلى الله عليه وسلم فقط وسدرة المنتهى إذ يخشى السدرة ما يخشى يقول الله عنها سبحانه وتعالى السلام عليك يا ناظر شجرة طوبة وسدرة المنتهى يعني المحيط بهما لا غروة في هذا لأنه الإمام صلى الله عليه وسلم عليه هو كلمة الله التام هو بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين يعني هذا الخلاص من خلق الله بقية الله ليس لله بقية شنو بقية الله يعني هذا معناها أن الله استخلص أبقاه هذا خلاص الخلق أبقاه الله عز وجل لإقامة دينه بقية الله خير لكم هذا الذي نخاطبه في صلاة رب وسلام عليه السلام عليك أي سلام سلام من عرفك يعني أنا ما عرفك شوف شون يعني إحنا ما نعرفهم حتى لحد يجي يقول إنه هذا غلو حتى لحد يقول هذا غلو لا إحنا ترا يقول أصول موجودة عندنا مزين السلام عليك خلصة القضية لا السلام عليك سلام من عرفك يعني مو سلام أنا لا بل سلام من عرفك لأن سلام أنا فيه سوء أدب فيه ساحة الإمام صلى الله ربه سلام فأقول السلام عليك سلام من عرفك كيف عرفك بما عرفك به الله ونعتك مو بكيف أهم يعرفك ولأنه بكيف ما ممكن يعرفك هذا بكيف شون يعرفك يعرفك بما وصفك الله به ونعتك كيف وصفه الله عز وجل وصفه بأنه كلمة الله التامة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وصفه بأنه بقية الله وصفه بأنه الماء المعين فعلينا أن نعرف ما هذه الكلمات ما هذه النعوت ما هذه الصفات علينا أن نبحر في هذه النعوت حتى نستطيع أن نعرف شيئا عن الإمام وحتى نسلم عليه بسلام من عرفه السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك الله به ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهل لها وفوقها هذا أمر غريب ترى يعني حتى هذه الوصوف الأوصاف أو النعوت التي نعتك الله بها لم ينعتك الله بها على نحو الحقيقة بل نعتك بها بما يستطيع الناس أن يتلقفوا شيئا منها من المعرفة وإلا ببعض نعوتك التي أنت أهل لها وفوقها هذا هذا باب أنه خطاب الناس بحسب عقولهم وإلا لو أن التعريف على نحو الحقيقة الناس لا تستوع هذا الأمر لا ممكن إدراك هذا الأمر وإلا هل نستطيع أن نعرف ما هي بقية الله معنى بقية الله هل يستطيع أحدا يعرف هذا الأمر ممكن على نحو الحقيقة ممكن ما ممكن نأخذ منه ما نقدر نوصل بقية الله الذي استبقاه الله لإقامة دينه بعد فيها كثير من الأمور قد نشع ممكن كلمة الله التام ممكن نعرف ها تمت كلمة ربك صدق ما ممكن ما عرفت كلمة الله التام الماء المعين ممكن ما عرفت ما هو الماء المعين ما ممكن لأن الله عز وجل يقول وكان عرشه على الماء هذه ذكرناها في مو هذا الماء ترى مو هذا الماء عرش الله على هذا الماء يعني هذا الماء قبل عرش الله كان لا ذاك عالم المشيئة الله عز وجل عبر عن تلك المشيئة بالماء لأن كل شيء هو متعلق المشيئة كما أن الآن في هذه الدنيا كل شيء هو متعلق هذا الماء هذا التقريب من هذا نقول من باب التقريب يعني حتى أن الصفات التي يذكرها الله والنعوت التي يذكرها الله عز وجل التي نطالب بأن نعرفها كي نسلم على الإمام بها هي أدوى من ذلك المرتبة الحقيقية للإمام لماذا؟ لأننا لا نستوعب هذا نوع من المراعاة الإلهية لشؤوننا لخصوصيات لا يمكن معرفة كلمة الله التامة أو بقية الله فإذن لذلك نخاطبه السلام عليك سلام من عرفك أنا لا أعرفك ولكن أضع نفسي في دائرة من عرفك حتى يقبل هذا السلام مني وأنها كيف يمكن الإحاطة بمعرفة من يعني شوفوا موسى سلام الله عليه يذكر المعجزات موسى سلام الله عليه موسى كان يعني إذا واحد أعمى يمسح على وجهه يبصر وكانت لعيسى يقوي يجوز يبصر إيده بيضاء تخرج بيضاء للناظرين هذا النور اللي يطلع من إيديه يرجع البصر المن للأعمى لكن الإمام صلاة ربه وسلامه عليه عندما يمسح على رؤوس العباد ماذا يصير بيوم يعطى الرجل قوة أربعين رجلا في عقله ذاك بصر وهذه شني بصيرة من الأقوى البصر أو البصيرة البصيرة واعمروا اللهم به شنو بلادك وحي اللهم به شنو عبادك واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الإمام يحيي القلوب الإمام يحيي القلوب من خلال إعطاء هذه البصيرة للخلق فهو يحييهم ويأتي بما لم يأتي أحدا به من قبله لماذا لأنه يعمل هذا الشيء بصورة واسعة يعني قد يكون في أهل البيت من فعل هذا مع البعض مع البعض لكن الإمام لا بصورة واسعة واعمروا اللهم به بلادك والعمران هنا مل بناء مل بناء العمران إقامة هذه البلدان على شرع الله هذا باختصار على المعرفة وحي اللهم به عبادك هذه البصيرة التي يعطيها إلى الخلق وهذا حقيقة هذا إعطاء هذه قوة ما ممكن تتيسر لأي شرص لأنه فرق كما قلنا بين البصر والبصيرة البصر والبصيرة كما الفرق بين الظاهر والباطن يعني بين ظاهر الشيء وحقيقته فالإمام صلى الله عليه وسلم سوف يطلع الناس على حقائقهم سوف يبين حقائق الناس صلى الله عليه وسلم اللهم عجل لك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصانه وعوانه والمسارعين في قضاء حوائجه ولا شرفه النبي وآله وإلى أروح بيألاو المرسلين ولا من مضى من علمائنا الأعلام وموت الشعة أمير المؤمنين وموت الحاضرين والمؤسسين والموت الذين لا ذاكر ولا وارث لهم وإلى شهدائنا في الحجد الشعبي رحيم الله من قرأ الفاتح قبلها الصلاة على محمد